نعم الإيمان بيسوع المسيح ستواجه الاضطهاد وستواجه الصراع والمسيح لم يعد بطريق مفرش بالورود المسيح وعد بالحياة الأبدية ووعد بالمكافآت ولهذا السبب العديد من أحبائنا الذين يؤمنون بالمسيح يواجهون شتى العذابات والاضطهادات والسؤال هل رأيتهم يقاومون؟ هل وجدتهم يحملون السيف للدفاع عن أنفسهم؟ ألا يثير هذا التساؤل في ذهنك أن تسأل من هو هذا يسوع المسيح اللي تخليك ترك على إجريك وتؤمن به ربا ومخلصا على حياتك أصلي من كل قلبي أسرع طريق للوصول إلى يسوع هو الآن بكل بساطة قل له ارحمني أنا الخاطئ سامحني على كل خطية على كل جهل على كل عدم إدراك وأدعوك الآن بالإيمان حتى تكون ربي ومالكي أملكك علي الآن ملك وتكون مخلص على حياتي وأشكرك من أجل الحياة الأبدية بصلي من كل قلبي أنك طلبت يسوع وبحب أسمع منك الرب يباركك اشتركوا في القناة